بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقبال فخامة جو بايدن في البيت الأبيض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان والوفد المرافقة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة واستعرض سموه والرئيس الأمريكي أفق التعاون وأهمية توصيع مجالاته كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تركزت حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المفذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق واحتواء التصعيد في المنطقة الذي يهدد أمنها واستقرارها ترجمة نانسي قنقر